بهدف تفعيل الديمقراطية في العالم العربي والتوعية برفض فكر الإرهاب عقد في بيروت مؤتمر نحو ديمقراطية توافقية في العالم العربي حضره عدد كبير من المفكرين والكتاب العرب مراسلنا مالك أبو خير حضر المؤتمر ووفان بهذا التقرير ضمن سياق ما تشهده المنطقة العربية من عوائق وتحديات تواجه عمليات الانتقال نحو الديمقراطية انطلق في العاصمة بيروت أعمال مؤتمر نحو ديمقراطية توافقية في العالم العربي وتحت إشراف مركز القدس للدراسات حضره نخبة من المفكرين والسياسيين العرب هدف وغاية ووسيلة لبناء دولة مدنية حقيقية نشارك فيها القوى الفعلية في المجتمع سواء كانت أحزاب سياسية أو شخصيات وطنية مستقلة أو كمجتمع مدني لكن لن تتحقق تدفع واحدة وإنما تحتاج إلى مراحل لتتجدر وتتعمق وتتحول إلى ثقافي وإلى الشعار وإلى ممارسة تطويق هذا الشعار محاربة الإرهاب وكيفية توعية البيئة الحاضنة له في المجتمع العربي أهم مناقشه المؤتمر بالإضافة إلى سالب تكوين وعي سياسي في المجتمعات العربية لزرع فكرة ديمقراطية السياسية محاربة الإرهاب ليست قضية أمنية على الإطلاق طبعا لأن الإرهاب يستخدم السلاح ضد كل من يخالفه فيجب أن يحمل السلاح في مواجهته لكن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتم بالسلاح وحده الإرهاب هو قضية فكرية في المقام الأول وبالتالي طالما أن له جزور فكرية لا يمكن مقاومته إلا بأفكار تستأصل هذه الجزور فإذا المسألة مرتبطة بالثقافة مرتبطة بالمؤسسات التعليمية مرتبطة بالمؤسسات الدينية ودرها الانتقال السلس نحو الديمقراطية وبناء مجتمع مدني أهم النتائج التي سعى المؤتمر للوصول إليها فضلا عن البحث عن وسائل لتطبيقها بشكل عملي مالك أبو خير لأخبار الآن بيروت لبنان